تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن من جانبه أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة الإجراءات لإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجة التسعة عشر لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملا مشددا على التنصيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة